لن ينسى ابناء حيس يوم الخامس من فبراير من العام الفين وثمانية عشر يوم التحرير بعد ثلاث سنوات من سيطرة الميليشيا الانقلابية كان يوما مشهودا طالما انتظروه بشوق من ينتظر ان تطل الدولة من جديد بعد غياب مر عليهم كأنه قرن من الزمن الى ان هذا التقدم العسكري لا يزال بحاجة للتأمين نظرا للموقع الجغرافي المهم والحساس الذي تحتله حيس المدينة والمديرية اذ تحيط بها سلسلة جبلية من ثلاث اتجاهات هي جبال البراشا من شمير التابعة لمديرية مقبنة من جهة الجنوب وجبل راس من جهتي الشرق والشمال تقول مصادر عسكرية ان الميليشيا لتزال تحشد عناصرها المسلحة من جهة الجنوب الشرقي قدوما من منطقتين سقم والمضروبة التابعتين لشمير وكذلك من جهة الشمال الشرقي من جهة القهراء والمرير التابعتين لجبل راس حيث لا تزال التعزيزات تأتي من محافظة اب التي تبعد اكثر من مائة كيلو متر الى الشمال حيث تحرز المقاومة في اتهامة والجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي تقدما بطيئا نحو الجراحي التي تفصل حيس عن زبيد بنحو اربعين كيلو متر الا ان مرتفعات جبلي راس ودباس في حيث لا تزال تمثل خطرا حقيقيا يهدد ان يتقدم نحو الجراحي شمالا بسبب تمركز الميليشيا لكن الخطر ايضا بحسب مصادر ميدانية هو بقاء جبال البراشة جنوبا دون تحرير ما لم تسارع قوات الجيش والمقاومة تأمين التقدم العسكري في حيث بتحرير جبال شمير جنوبا وجبل راس شمالا ليسهل الانتقال الى ما بعدها موسيقى